موسيقى 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 بالتواجد بينكم برغم أن الوجوه مختلفة لكن وجوه أليفة وحميمة الله يخليك وطبعا الموضوع كان مفاجئ بالنسبة لي أن أنا أناقش كتاب موسيقى بلسقاف في مصر لكن هو طول الوقت الكتاب يعني زي ما قال الأستاذ مارك أن الكتاب صالح للمناقشة وصالح للطرح طول الوقت وإحنا يمكن كل فترة كل فترة نستعيد هذا الكتاب بشكل ما لكن يمكن في ظل الزحمة اللي الواحد فيها يمكن يعني حاولت أستجمع من خلال قراءتي لبعض الفصول للحالة اللي كانت بيعيش هذا الكتاب قبل ما نخش في الكتاب نفسه نقدر نقول أنه هو يعني يعني ما كانش ابن اللحظة اللي تولد فيها اللي هي بعد معاهدة ستة وتلاتين اللي هي المعاهدة اللي ما كانتش بتعيد الاستقلال بشكل كامل ولكنها كانت معاهدة منقوصة كما نعرف وفي حاجة مش دايرة مغلقة أو حلقة مفقودة في إنشاء هذا الكتاب ويعني إنشاءة الظروف أن أنا أقع على حاجة في ده أن بعد المعاهدة ستة وتلاتين مباشرة جماعة الطلاب في الجامعة راحوا وذهبوا إلى عدد من الأعلام والمفكرين والكتاب والمثقفين لكي يقول يسألوهم سؤال محدد وهو ماذا سوف نفعل بعد المعاهدة راحوا اللطف السيد كان رئيس الجامعة أناساك راحوا لحمد نجيب الهلالي راحوا المجموعة من المفكرين وسألوهم وكتبوا الإجابة في كتاب والكتاب صدر في مجلد ضخم وكانت المقدمة اللي بنقراها في هذا الكتاب ضمن الكتاب ده فده كان أحد أو أحد الدوافع الأولى لأن طاعة حسين يكتب الكتاب وكان أناساك هو بينتصر إلى حد ما للمعاهدة رغم أن معاهدة 36 بعد كده ناضر المصريون والحزب الأبرامها أو الحزب اللي عقدها في سنة 36 هو حزب الوفد أسقطها في أواخر 51 قبل قيام يوليو مباشرة فعلى يد برضو مصطفى النحاس ذاته فده كان أحد الدوافع الكبرى أنه هم الشباب والطلبة هم اللي دفعوا طاعة حسين للتفكير في هذا الأمر بعد ذلك طبعا كما هو قال في المقدمة أنه لما ودوه باريس للمؤتمر التعليم في باريس وفي نفس الوقت مؤتمر في القاهرة وتقرير ليقدمه لوزارة المعارف فكتب هذا الكتاب هو الكتاب طبعا مش تقرير خالص ولكن كتاب فيه الثقافة وفيه البحث عن الهوية فكرة الهوية في الوقت ده يعني نقدر نقول من أوائل القرن العشرين وكانت فكرة الهوية كانت ذات شأن كبير جدا ما بين حزبين أو ما بأولا حزبين أساسيين حزب الأمة لأحمد ضدف السيد ثم الحزب الوطني لمصطفى كامل وكان حزب الأمة أصدر جريدة الجريدة سنة 1907 في أواخر 1907 وجريدة اللوى لجريدة الحزب الوطني لمصطفى كامل وكانت جريدة الحزب الوطني لمصطفى كامل كانت بتطرح المسألة الشرقية بشكل ما وعمل كتاب اسمه مسألة الشرقية والكتاب بينتصر لتركيا فيه لأنه كان ضد الاحتلال الإنجليزي بشكل جزري لكن في نفس الوقت بيكلم عن الخلافة التركية أحمد ضدف السيد على العكس تماما وعقد إلى حد ما علاقات مع الإنجليز ومع اللورد كرومر وله وكتب بعد حدث دنشواي في سنة 1906 وهاج العالم على كرومر وعلى الاحتلال الإنجليزي في الوقت ده فاضطرت إنجليزي أنها تسحب اللورد كرومر ولكن عقدته حفل التكريم قبل ما يسافر وكان أحمد ضدف السيد له خطبة في ذلك الوقت يمدح فيها الكرومر بالإضافة إلى أنه قال بعض الملاحظات على كرومر وكانوا الاثنين طبعا تطورت الأمور حتى وصلت إلى سنة 18 وسنة 19 الثورة وكانت الهوية كان هناك فريق ينتمي إلى التركية وفريق أو المسألة الشرقية بشكل عام وفريق ينتمي إلى الإنجليز ولكن دون الاحتلال مع إبداء الانتقادات ونشأت طبعا جريدة اسمها البيان في سنة 1910 أنشأها عبد الرحمن البرقوقي واللي هو محقق ديوان المتنبي واستقبل فيها عدد من الكتاب على رأسهم طا حسين كان لسا شاب يعني شاب سنة عشرة كان عنده 21 سنة مثلا وكان معها العقاد وحسين هيكل وهكذا فكانت المسألة الهوية كانت محتدمة إلى حد كبير جدا ولما قامت صورة 19 نشأت على صورة 19 جريدة اسمها البلاغ أو صحيفة اسمها البلاغ أشرف عليها عبد أدر حمزة ثم نشأت على الطرف الآخر جريدة السياسة الأسبوعية لحزب الأحرار الدستوريين وكان برئاسها محمد حسين هيكل ودي اللي كان أحد كتابها الدكتور طا حسين كانت السياسة الأسبوعية طا حسين وعبد العزيز البشري وعلي عبد الرازي ومصطفى عبد الرازي ومجموعة من الليبراليين أو المستنرين في الوقت ده والبلاغ كان كتابها عباس العقاد وإبراهيم عبد القادر المزني والشاعر حفظ إبراهيم ومجموعة كبيرة جدا السياسة الأسبوعية هي تعتبر من أساسيات الليبرالية اللي تنتمي إلى حد كبير إلى الأفكار الغربية واللي كان أحد روافعها وأحد مغزيها كان الدكتور طا حسين اللي هو تعلم كما نعرف في فرنسا وكتب رحلته كاملة في كتاب الأيام وأصار مشكلة كبيرة فيه مشكلتين أصارتهم السياسة الأسبوعية أو عدد من المشاكل من ضمنها أولا كتاب الشيخ علي عبد الرازي اللي هو الإسلام أصول الحكم في سنة 25 وضرب فكرة الخلافة للملك فؤاد وكانت ساعتها تركيا سقطت في عام 2024 وكانت إنجلترا بتبحث عن بديل أو عن حد يبقى خليفة المسلمين في الأرض فكان الملك فؤاد بيسعى جاء علي عبد الرازي اللي هو ابن الأحرار الدستوريين ضرب الفكرة تماما بالكتاب الصغير كتاب لم يصل حجمه حوالي 100 صفحة اتكتبت عنه حوالي 4000 صفحة في ذلك الوقت والطبع عشر طبعات في خلال شهور قليلة وترد عليه ردود بعدها المشكلة التانية لضاع حسين وهي مشكلة في الشعر الجاهلي ضاع حسين لم تكن هذه هي المشكلة الأولى اللي عملها في هذا الكتاب ولكن كان مسيرا للمشاكر في خلافاته مع الأزهر عائل كستاذ باركات في خلافاته مع الأزهر طوال الوقت هو محفوظ واقف برا لي يا سيد أحمد محفوظ واقف برا فكانت المشكلة الأساسية ووضح توجه طه حسين بعد ما ذهب خاد الماجستيري بتاعه في فرنسا التوجه والاستناد إلى الفكر الغربي باعتباره هو واحة الليبرالية فنقدر نقول أن كانت الوقت ده هو فيه بحث عن هوية وتعددت أشكال البحث عن هوية بطرق مختلفة إحنا شرقيين إحنا غربيين إحنا فراغنا إحنا مسلمين إحنا مسيحيين فتضاربت الأفكار وظهرت عدد من الكتابات غير عادية في الوقت ده ودون يعني استفادة في الإشارة إلى منجزات العصر ده في الأحوية وصلنا إلى كتاب مستقبل الثقافة في مصر وهذا الكتاب يستمد قيمته من ثلاث حاجات أول حاجة من اللي كانت بطاعة حسين اللي كانت بطاعة حسين بطاعة حسين هو وكان في الوقت ده سنة 36 37 38 كان قد انقلب على الحزب القديم وهو حزب أحراد السوريين وانتمى إلى الوفد وأنا عندي على فكرة يعني كتاب روايت أديب اللي صدر سنة 34 وعمل إهداء هو بخط مش بخط إيده يعني فيه حد كان بيكتب له ولكن هو كان بيضع ختمه الكريم على الكتاب إلى مصطفى النحاس وكان إهداء يعني رقيق جدا بعد ما كانت فيه معركة ضارية بين مصطفى بين طاعة حسين ومصطفى النحاس وفي الوقت اللي كان بينسحب فيه عباسي العقاد اللي هو كان كاتب الوافد الأول من حزب الوافد فأصبح طاعة حسين هو المدافع الأول في الوقت ده عن عن الحزب الوافد وحزب الوافد اللي عقد هو العقد الاتفاقية مع الإنجليز وهو اللي بعد كده في سنة 42 برضو حصلت مشكلة كبيرة جدا الحادث 4 فبراير كما تعلمون اللي هو الإنجليز برضو فرضوا اللي هو اللامبسون فرض مصطفى النحاس أن يكون رئيس الحكومة في سنة 42 فجاء الكتاب اللي طاعة حسين فيستمد القيمة الأولى من كونه اللي طاعة حسين القيمة التانية أو السبب الآخر لأهمية هذا الكتاب أنه كان فيه مشكلة هوية زي ما قلت إحنا إيه بالزبط يعني هل العرب دول هل إحنا وكانت فكرة العروبة كان فيها مشاكل أنزاك يعني لم تكن مطروحة فكرة القومة العربية بالشكل اللي إحنا عرفناها فيما بعد لكن كان فيه بعد عروبي ملحوظ أو مطروح يعني وكان رائده أنزاك كاتب اسمه سطع الحسري وكان بيكتب عن ومعروف موقف سعد زغلول من فكرة العروبة يعني أن البلاد العربية لو تحطت هتبقى يعني أنتوا بتجيبوا ناس ضعيفة تحطوها جنب ضعفاء فلن تكون إلا كيان ضعيف بس هي اتخذت بشكل ما وقالوا أن هي أصفار لكن هو قال أصفار على الشمال معناه أن كنتوا هتجيبوا كيانات ضعيفة حطوها جنب كيان ضعيف آخر فمش هينفع ففكرة البحث عن هوية فالناس كانت متلهفة هتشوف طاعة حسين هيقول إيه في موضوع الهوية فجاء هذا الكتاب البند الأهمية التالتة أن الرأي اللي طرحه طاعة حسين هو رأي في منتهى الجراءة ومحدش كان يقدر أقول طاعة حسين يعني لم يكن لم يستطع أحد أن يقول كلام طاعة حسين بهذا الشكل في الوقت ده غلط أم صح ده موضوع تاني يعني أن الناس تقول أن طاعة حسين خطأ لأن أقيمت حوله معارك كثيرة ضارية لكن نرصد أن نتكلم على أن مصر لا تنتمي إلى الشرق يعني مش شرقية لا نستطيع أن نقول عنها أنها شرقية ولكنها غربية وتنتمي إلى حضر البحر المتوسط وأن احنا أقرب إلى فرنسا أو إلى اليونان أو إلى إنجلترا أكثر ما نحن قريبين إلى اليابان والصين والهند فده كانت فكرة غريبة جدا رغم أن في سنة 34 كان في حاجة اسمها الجامعة الشرقية اللي أنشأها فاتح ردوان وأحمد حسين وعملوا حاجة اسمها الربط الشرقية وكانوا بيدعو الناس وامتدت هذه وده اللي يمكن صار عليها دكتور أنور عبد الملك اللي كان بيقول أن الصورة القادمة هتأتي من الشرق من الهند والصين واليابان وهكذا فالتالت حاجات دول طاعة حسين الفكرة القومية والبحث عن الهوية الحاجة التالتة الرأي اللي قال لطاعة حسين في الكتاب فهو قال طبعا شرح في فصول الأولى العديدة أنه لماذا ننتمي إلى الغرب وقال أنه نحن مش خايفين من الجملة اللي قالها كيبلينج زمان الشرق الشرق والغرب والغرب والإثنان اللي التقيان وقال دي فكرة مجازية كما قال ده في الكتاب والحاجة التانية الخديو اسماعين قال أنني سوف أجعل من مصر قطعة من أوروبا قال هي بالفعل ودي جملة موجودة في الكتاب هي بالفعل قطعة من أوروبا وده مش اختراع الخديو اسماعين ولا أنه يجعلها بل بالفعل إحنا أولا تشريعاتنا وبرلماننا وحتى أزياءنا تكاد أن تنتمي إلى الغرب أكثر مما تنتمي إلى الشرق في فسط مش فسط في معنى مضمر ومعنى داخل الكتاب يمكن لم يصرح به طاع حسين أو لم يؤكد عليه أكثر من كده أن عن الثقافة الزراعية وده مش واضح الثقافة الزراعية اللي هي عدو للثقافة السحراوية وثقافة البحر الأبيض المتوسط وقال أن فكرة الثقافة من ساعة رفاعة تهطاوي ما ترجم الكتاب بتاعه المهم اللي هو ترخيص ترخيص الإبريز في ترخيص باريز فهذا يعني إحنا بالقانون تقريبا أو الدستير أو المجلس الشورى اللي كانت بزوره موجودة في سنة 1866 نحن نسير عليها وفيه معارك طبعا قبل الكتاب ده كان فيه معارك جانبية يعني مثلا معارك تكاد أن تكون شكلية لكنها بتضرب في الموضوع زي مثلا الموضوع القبعة والتربوش مثلا وديكت مثلا كان من ناحية كان محمود عزمي وسلام موسى ينتصرون أو ينتصراني للتربوش وييجي عبدالعز البشري ومصطفى صدر الرافع ينتصراني للتربوش وهكذا يعني وطبعا معروف أن التربوش تركي وأن القبعة أوروبية فكانت خناءات كلها شكلية ولكن تستدعي تحتها وكانت بتقود الحكاية دي أكثر من مجلة من ضمنها مجلة الهلال لأن مجلة الهلال لم تكن نشأتها يعني نشأة شرقية إلى حد كبير ولكن جم من الشام جورج زيدان عمل الهلال وعيلة تقلة عمل الأهرام ويعقوب صروف عمل المختطف وفارس نمرة عمل المؤطم وهكذا فكانت الصحافة كلها كانوا كلهم تقريبا ينتمون إلى الثقافة معظمهم ينتمون إلى الثقافة الفرنسية وفي الوقت ده كان فيه سراع يعني أنجل وسكسوني وفرنس وقرب يعني كان طاعة حسين ينتصر للثقافة الفرنسية وكان العباس العقاد طاعة حسين طبعا محمد حسين هيكل وعلي عبد الرازي ومصطفى عبد الرازي وكل دول كانوا ينتصر الثقافة الفرنسية وكان العقاد وإبراهيم المازني ومجموعة أخرى ينتصر للثقافة الإنجليزية فطاعة حسين في الكتاب بيتكلم بشكل عام هو كلمة التعليم فيه يعني انتكاد أن تكون في الجزء الأخراني في الكتاب لكن كل الكتاب هو فكرة البحث عن هوية وأهمية هذا الكتاب بتكمن في المنهج بتكمن في الخطوات التي تبعها طاعة حسين للكشف عن الهوية المصرية وطبعا في وجهات نظر يعني مثلا فيه كتاب يكاد يكون مجهول أو مفقود لسيد قد حوالي نقض الكتاب مثلا فيه فيه كتاب عامله الأستاذ سامح كريم عن معالك طاعة حسين فيه كتاب عامله دكتور مصفح عبدالغان كتاب ضخم برضو جايب أورد الأراء الأسيرة حول الكتاب من دمنها رأي المحقق والعلامة محمود شاكر وكان إلى حد كبير جدا بيتحدث على أن فكرة العروبة والإسلام وهو قيل في الكتاب هنا قيل أن لا يمكن أن يكون الإسلام مهدد بأن نقول أن نحن ننتمي إلى الغرب أن نحن نحن نعرف المسلمة هل استطاعت رغم أن المسيحية الدين المسيحي انتمت أو اعتنقط أوروبا ده نفس كلام طاعة حسين إلا أن أنها لم تستطع الديانة المسيحية أن تجعل من أوروبا كهنوت أو كده ولكن تقدمت بأشكال مختلفة وأن الدين الإسلامي والدين المسيحي نشأوا في مكان واحد يعني يعني الدين المسيحي لم يستطع أن يجعل من الغرب شرق رغم أن الديانة المسيحية ديانة شرقية فبالتالي إحنا خايفين ليه من أن إحنا نقول أن إحنا أصولنا غربية أو لنا علاقة بالغرب وهو بيقول أن علاقتنا باليونان أقرب من علاقتنا من أي بلد شرقية وبدليل أن من قرنين لما اكتازت من قرون عديدة لما لما احتلت الفرس أو الدولة الإيرانية مصر كان فيه عداء رهيب جدا من نسبة المصريين وقواموها إلى حد كبير طبعا الكتاب يعني يعني موجود أنا مش عايزة أنتصر للفكرة انتصار كبير أنا منتصر إلى حد كبير للمنهج اللي اتبعوا طبع حسين للأليات العقلية والمحترمة والعظيمة ودي يمكن الأساس أو المبدأ اللي احنا بتقوم عليه كافة كتب طبع حسين أيا كانت مشاكلها لأن طبعا طبعا طبع حسين كاتب إشكالي مش كاتب مش بيكتب حاجة كده مش متفكر فيها منذ رسالته عن ابن خلدون في سنة ألف سنة ألف سنة رغم أن لما عمل رسالة ابن خلدون كان برضو إشكالي ونوقش أكثر من مرة وتقالوا إن وقت حاجات من آخرين لما عمل برضو في الشعر الجاهلي طبع حسين يعتبر أحد رموز القرن العشرين اللي هم استطاعوا أن يفتحوا زي ما كان الله رحمه وحرم السلام يقول عن نفسه أنا فتح سكك فطاع حسين كان فتح أو كان مبدع لمناهج متعددة في آليات البحث وهذا الكتاب يعتبر أحد الأعمدة التي قامت عليها فلسفة طاع حسين في البحث عن هويتنا أعتقد بهذا الكتاب نحن نحتاجه الآن وكتب أخرى زي الفتنة الكبرى طبعا لطاع حسين وزي حتى روايات الوعد الحق وكتبات كثيرة لطاع حسين نحتاجها الآن في ظل التيه نحن نعيش في التيه أيدولوجي ونعيش في التيه قوموي أو قيم هوياتي إذا صح الأمر نحن عندنا يعني يعني الناس مش عارفة تنتمئ الأحزاب اللي موجودة حتى فلسفتها من الممكن تقول بعض الجمل آه تقول بعض الجمل لا وممكن ترفع شعارات دون ما تكون هذه الشعارات لها جزول في الواقع ودون أن يعني ما فيش مفكرين النهاردة الأحزاب اللي كانت نقدر نقول الأحزاب اللي كانت لما أقول العقات في حزب الوفد وطاع حسين في حزب الدستوريين وإسماعيل صدقي في حزب كده كان اسم كتلة يعني يعني كانت أنا ذاك كان فيه بالفعل تفجير لخضايا عميقة جدا الآن الأمر مختلف يعني أنه يكاد أن يكون الأمر مسيس إلى حد كبير دون الجزول فكريا أنا ذاك كان فيه السياسة كانت بتنبع من أفكار وتنبع من تجربة حقيقية وأنك أنت قدام محتل فيه محتل بيهين الكرامة القومية بأشكالها المختلفة المصرية الإسلامية المسيحية الفرعونية وهكذا لو جينا بصينا بعد هذا الكتاب في أثر الكتاب ده الفوري في الأربعينيات هنلاقي تجليات عديدة جدا للثقافة الأوروبية والثقافة الفرعونية على مستوى الأدب مثلا هنلاقي سيد قد قبل أن يتحول الفوضيع عمل رواية اسمها المدينة المسحورة في سنة 45 تقوم على عمودين العمود الأول الحياة المصرية القديمة العمود الثاني ألف وليلة ودول العدوان الأساسيان للجماعات الإسلامية المتطرفة أن ما فيش أعتراف بالحياة المصر القديمة عبد الرحمن الخميسي نجيب محفوظ اللي كتب كفاح طيبة وردوبيس وعبس الأقدار وكل المناح الفرعونية المليم الأكبر للرحمة وعاد الكامل كتابات حتى اللي أحمس لي عبد الحميد جود الصحار كتابات فرعونية كثيرة جدا بالإضافة إلى أن المرحلة دي فيه ناس كتبوا بلغات أخرى وعلى وجه خصوص اللغة الفرنسية من ضمنهم كاتبة مهمة اسمها قوة القلوب الدمورداشية كان بتكتب باللغة الفرنسية كان جورج حنين كان البر قصيري كان بيكتبوا باللغات الأخرى وأعتقد أن هذا الكتاب كان له أثر كبير جدا في التجليات الثقافية اللي ظهرت فيما بعد وربما يكون حتى هذا الأثر مش معلن يعني محدش هيقول أن لكن هو يتصرب إلى وجدانات الكتاب ووجدانات المثقفين بأشكال مختلفة أنا بعتقد أن كتاب مستقبل السقافة في مصر هو أحد الكتب التي لابد أن تناقش وتطرح بأشكال مختلفة وأتمنى أنه يقرر في الجامعات وخاصة أنه طبعاته متعددة وفيه طبعة جديدة صدرت في الهيئة المصرحة الكتاب بتقديم جابر عصفور وأرجو أن أنا أكون وفيت بعض حق هذا الكتاب في العجالة التي قلتها هذه تشكركم